أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في زيارة مثيرة للجدل تتزامن مع تصاعد التوتر ما بين التحالف الغربي والشرقي يزور المستشار الألماني أولف شولدز العاصمة الصينية بكين المستشار الألماني قبل الزيارة أعلن عن نية بلاده تغيير مصار العلاقة تجاه الصين وعندما حط الرحال أبلغ الرئيس الصيني بأنه يرغب في زيادة تطوير التعاون الاقتصادي مع الصين رغم وجهات النظر المختلفة بين البلدين فما أهمية الزيارة على المستوى الاقتصادي للبلدين ولماذا أحدثت هذه الزيارة ضجة في الأوسط الأوروبية وما مدى أهمية الاقتصاد الصيني أو الألماني عفوا للقارة العجوز وعود الترحيب ضيفي المستشار الاقتصادي الأستاذ جلال بكر أهلا بك أستاذ جلال بداية عودة الصين وألمانيا لهذه الدرجة من العلاقات على المستوى الاقتصادي ماذا تعني للبلدين أستاذ جلال؟ أعتقد هذه الزيارة كانت مفاجئة لدول الاتحاد الأوروبي بشكل عام ثانيا كان لدينا اليوم رسالة مهمة إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه نية في التعاون مع الصين من جديد لترتيب الأولويات وترتيب بعض الموازين القوى من جديد نحن اليوم أعتقد أن الاتحاد الأوروبي لم يعد لديه أمريكا هي الشريك المفضل وهو اليوم بعد أمريكا ما ورطت الاتحاد الأوروبي في المعركة الروسية الأوكرانية أعتقد أن الاتحاد الأوروبي قاب قوسين أو أدنى لكي بشكل أو بآخر يخفض العلاقات السياسية والاقتصادية مع أمريكا وخاصة أن هناك أصداء اقتصادية قالت وتحدثت إلى أن الشركات الأمريكية تبيع مصادر الطاقة الأمريكية للاتحاد الأوروبي بأكثر بخمس أضعاف من بيعها في الأسواق المحلية الأمريكية وهذا ما شكك أيضا في آليات التعاون واستدامة العلاقات الأوروبية الأمريكية اليوم الجميع يبحث عن بدائل ويبحث عن شراكات ممكن أن تتطور لكي تصبح عهدة جديدة في أنظمة الدولية نحن اليوم أمام اقتصاد ألمانيا اقتصاد ألمانيا هو مؤشر الاقتصاد الأوروبي هو أعلى اقتصاد في أوروبا نحن اليوم لدينا بعض التقارير بحسب مقاييز الاتحاد الأوروبي لخط الفقر لدينا أكثر من 11 مليون ألماني مهدد للوصول إلى خط الفقر بمقاييز الاتحاد الأوروبي لدينا ثانيا بعض إفلاس بعض الشركات الألمانية وتقدر بأكثر من 12% لدينا ارتفاع السلع وهناك أكثر من 32% من حجم الاقتصاد الألماني عانى من ارتفاع تكاليف مصادر الطاقة مما كان سيؤدي إلى ارتفاع السلع النهائية هل هذه الأرقام أجبرت الحكومة الألمانية على الذهاب باتجاه الصين؟ أعتقد أن اليوم الحكومة الألمانية تبحث عن بدائل وهذه البدائل ممكن أن تكون إما من مصادر التصنيع أو من مصادر الطاقة لأن اليوم ألمانيا يعني عندها قوة في التمويل لديها مصادر التمويل ولكن هذا التمويل إلى أين سيذهب؟ يعني اليوم أعتقد أن تركيا هي حليف استراتيجي للاتحاد الأوروبي لكن لا يمكن أن تغطي القدرة الإنتاجية لتركيا جميع احتياجات الاتحاد الأوروبي اليوم الصين لديها مثلا قاعدة للإنتاج والنوعية في الإنتاج لكن هذه المنظومة لا يمكن أن تكتمل من دون علاقات أوروبية تركية جيدة لأن اليوم تركيا خط عبور أيضا للعلاقات الصينية الأوروبية يعني نحن اليوم تركيا نراها دائما في المشهد ليس هي لأنها تريد في المشهد ولكن ظروف الأحداث الدولية وضعت تركيا في هذا الموقف ويجب على تركيا ترسيخ هذه المفاهيم وتركيا كانت أرسلت رسالة للاتحاد الأوروبي بأن خط الحرير ممكن أن يكون هو عامل إضافي لبعض الضمانات الاقتصادية الأوروبية من الصين اليوم لماذا تنزعج بعض الدول الأوروبية من علاقة ألمانيا مع الصين والمصار الجديد الذي تدخله العلاقات بين البلدين لماذا أيضا كان هناك امتعاض أوروبي لمشاركة الصين بميناء هامبورغ ضمن الاستثمارات لهذا الميناء لماذا هذا الانزعج الأوروبي وألمانيا معروف بأن اقتصادها هو من يقود القر لأن هذه الزيارة غير معلنة وغير مدرجة أعتقد كانت على جدول الاتحاد الأوروبي وإنما مدرجة على جدول الحكومة الألمانية اليوم الاتحاد الأوروبي عندما يقرر أو أي دولة من الاتحاد الأوروبي بتقييم علاقات أو بترتيب علاقات أو بتوطيط علاقات مع دول أخرى يجب أن يوافق الاتحاد الأوروبي بالإجمع أو دول الاتحاد الأوروبي لتوطيط هذه العلاقات ولكن أعتقد أن ألمانيا تخذت قرار أحادي الجانب من غير استشارات ممكن أن تكون استشارة فرنسا في هذه الزيارة ولكن الاتحاد الأوروبي اليوم أعتقد أيضا يعيش في أجواء ليست إيجابية وإنما قاب قوسين أو أدنى لتكون أجواء مشحونة بالسلبية فيما بينهم لأن هناك من يدعم التوجه الروسي في أوكرانيا وهناك من يعارض التوجه الروسي في أوكرانيا من نفس دول الاتحاد الأوروبي وهذا ما يصعب مهمة بقاء الاتحاد الأوروبي كقوى دولية أشد جلال بعد الحرب العالمية الثانية عاد الألمان من جديد للحياة بفضل طريقة التفكير التي يتمتعون بها تجاه الأزمات والبعض غير قلق من أي أزمة على الاقتصاد الألماني كيف يفكر الألمان تجاه هذه الأزمة الحالية المحتدمة والتي سيكون أثرها أكبر خلال الشتاء وكيف تفكر باقي الدول في القارة في أزمة الشتاء القادمة أعتقد أن ألمانيا اليوم وجميع دول الاتحاد الأوروبي تبحث عن حلول بديلة ومؤقتة لكي تصل إلى حلول مثلا مستدامة أعتقد في خلال سنة أو سنتين قادمتين ولكن هذه السنة ستكون أعتقد سيئة للاتحاد الأوروبي بسبب أن المصادر الطاقة الرئيسية للاتحاد الأوروبي هي بشكل أو بآخر كانت معتمدة على روسيا وخطوط اليوم الدعم الروسية إلى أوروبا أصبحت شائكة لهذا اليوم أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يبحث عن بدائل يعني ممكن أن تكون مؤقتة لخلق استدامة فيما بعد اليوم في ظل هذه الأزمات واقتصادات كبرى وقوية تتعرض للأزمات كيف يجب أن نفكر كأفراد أستاذ جلال؟ يعني أنا أنصح اليوم أن الثروة تعتمد على تراكم رأس المال وتراكم رأس المال يعتمد على تعدد مصادر الدخل وبالنماذج الاقتصادية الحديثة اليوم نحن لسنا مضطرين لكي نعمل بمجهودنا فقط وإنما نستطيع تمويل بعض المشاريع المنتجة بعض المشاريع الناشئة اقتصادياً ولدينا اليوم مصادر دخل ممكن أن تحققها التكنولوجيا أو ممكن أنضمت البنوك أنا اليوم أنصح في أولاً تعدد مصادر الدخل ثانياً تنويع هذه المحافظ حتى ولو بمبالغ قليلة ولكن السيطرة على رأس المال وتوجيه رأس المال في الاستثمار في هذا النحو سيراكم الأموال وهذه الأموال ستبدأ في جمع الثروة أستاذ جلال بكار المستشار للاقتصاد التركي شكراً جزيلاً لك وشكر موصول إليكم مشاهدين الكرام دمتم في أمان الله وحسناً اشتركوا في القناة